امتدح رئيس الحركة الوطنية بدولة جنوب السودان دكتور كاستيلو قارنغا جخود المملكة العربية السعودية بقيادة العاهلة السعودية الملك سلمان في تعزيز السلام والاستقرار في دولة جنوب السودان جاء ذلك خلال لقائه بالسفير السعودي لدى دولتي السودان وجنوب السودان المقيم بالخرطوم علي بن حسن جعفر حيث تناول اللقاء بالبحث والنقاش تطورات الاوضاع في دولة جنوب السودان ومسال تنفيذ اتفاقية الخرطوم للسلام التي تراح الحكومة السودانية فضلا عن جهود جوبا لتحقيق السلام الشامل في السودان عبر مبادرة الرئيس سلباكير ميردت وثبت دكتور كاستيلو جهود الملك سلمان في تأسيس مركز مختصر لاغاثة والاعمال الانسانية لدعم المتأثرين بالفيضانات بجانب اهتمام المملكة بتوفير المساعدات الانسانية التي ستقدم للمتأثرين في دولة جنوب السودان طيبة لحياة طيبة